أنا كطبيبة بيطارية وممثلة على منظمة جزائية لحماية المستهلك أقولك باللي هذه القضيرة أنا أتبعها في أكثر من ثلاث سنوات يعني حتى في غضايا لما نجتمع على الآئمة كنا فيها وتنفسنا الصعادة أن نخرج قرار كما هذا بيتحرمه أنا هنا ما ليش نهضر على في الحالة للحرام هنهضر من جانب العلمي يعني نسمع سمعت شيئان يعني شوية دهشوني يعني مدير المصالح البيطارية يقول باللي الدجاج المصروع يعني أحسن جودة أحسن جودة من الدجاج العادي المدبوح يعني أغلب الدراسات يوجد العديد من الدراسات ونحن يعني لا تقدروا تتهمونا أنه ورانا نقرأه في الانترنت ونجو نقول لكم نحن ندرنا اجتماعات مع عدة جهات يعني جلسات عمل وعطونا يعني وثائق ودراسات علمية في هذا الميدان نقدر نقول لك باللي الدجاج رميس عقو فيه لأغراض تجارية محدة مثلا اقتصادية محدة يعني لما يصرى الدجاج كونتيتي يعني جوزة لشان يعني هذه هي تجارية اقتصادية محدة أما بالنسبة ل يعني لدي حتى علاقة بجودة اللحم جودة اللحم وكوانتراك سيتانا كونفينيون يعني هذا يعني الأشياء يعني المشي مليح في هذا البروسيد سيكو في بعض الأحيان يعني غالبا أنه لكاليتيتة الحم تولي أقل جودة يعني ما ندخلش في ماتهات علمية ولكن نقدر نجاوب مودي المصالح بيطارية أنه نقول لبرك لارتنسيان دو يعني تتلع وليترم يبالي كونتر سيكتن من لريغور مورتس يسرى بلي بريكوس دونك كيف يقولي لكاليتي سرى ميئور جو سيكو بكنا نحضر لكسينتف كما من جانب آخر تعدي بالحيوان والله اسمعت يعني شهدت على الأخ اللحم تشوفوا كيما يقولوا البروسيدي جبنائي تكنولوجيا رانا استعملوا فيها أسكو لفرماسيون لكي سويس التكنولوجيا جات معه لما جاتش ما جاتش أنا كي سمعت هذا جو سويش يقول لك الحيوان يستعقوه يبدأ يتخبط على بنا البروسيدي يقول يعني لندار الحيوان لازم يدبح في 15 ثانية يعني اللي تتبع السعق يسعق مدة عشر ثوان يعني الحيوان دراسات أثبتت يعني دي بلو نصيبو دي بتيشين نقاط حمراء على نصيبو حتى كوصور في الدجاج أسكو كيران نقايب الجاج نصيبو كوصور أو ما نصيبوش كوصور أنا هاد الكيستون كو جميبوز هدي من جيها لو يقول لك يقعد يتخبط نور مال مو سي أم خوصيدي اللي يقول لك زعمال غيفير سي بلوين الحيوان يعود ينزم تدبحه قبل ما يبدأ يتخبط لكي بدأ يتخبط يعني إلي غو دفني كونسيان رو يحسب الآلم اللي يتعرض له هدي من جيها يعني من جيها إلا كنا نتكلمو على التكنولوجيا هدي لنتكلمو على الإنسانية بالنسبة للحيوان أنا طرح سؤالين فقط أسكو لكاد المختاليتي في هاد البروسيدة إلي دو زيرو أسكو السفر سفر أنه يكون ميت موت سفر موت دواجن فقاد المدبح في القطر الوطنية سفر موت ما كانش سفر موت احتمالات فيه موت ما عندناش ريسك زيرو ما عندناش ريسك زيرو ما عندناش أنا أتحدى أي مسؤول أي بيطاري يقولي ريسك زيرو كالي لدفني تعلام مختاليتي هدي أسكو هاد الدبح لو يقول مو خول أنه في حالة الدبح كيرو حي يدبح يعرف هاد الحيوان نو حي ولا مو شحي ما هوش مو خول طبيب بيطاري مع تكنيكتو باش يكون مو خول انتا دبح تقول لي أكبر دبحين مراك مو خول باش تعرف الحيوان عادا لك دبحتو أسكو روحي ولا مو شحي يقول لك نسمح تي يبدأ يتخبط لا هذا من جانب من جانب آخر أو يقول لك يعود يتخبط نتحداك عود ديطاشي هاداك الججو تلقو أسكو هاد الدجاجات نغط تبدأ تقعقية تبدأ تأكل جامي هادو كل جانب اللي لازم نراعيوها صح